اشتركوا في القناة المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس روبيرتو كارلوس يتغنى بنجم المنتخب المغربي أدنى البرازيل روبيرتو كارلوس الضهير الأيصر الأسطوري لمنتخب السامبا على الدولية المغربي أشرف حكيمية الضهير الأيمن لبريستان جرمان مشيرا إلى أنه يعتبره من أفضل اللاعبين حول العالم في هذا المركز وقال روبيرتو كارلوس النجم الذي تألق بقم سريا المدريد والمنتخب البرازيلي في تصريحات إعلامية حكيمي أحد أفضل الأظهرات اليمنى الذين رأيتهم في حياتي وتألق أشرف حكيمي في الموسم المنقد مع بريستان جرمان وتوجه معه بلقب الدور الفرنسي ناهيك عن مساهمته في بلوغ المنتخب الوطني المغربي لنصف نهاي كأس العالم قطر 2022 واحتلال المركز الرابع يشار إلى أن عقد أشرف حكيمي مع بريستان جرمان يمتد إلى غاية نهاية يونيو سنة 2026 علما أن عديد التقارير ربطت اسمه بالانتقال إلى مونشستر سيتي الإنجليزية في المركات الحالي بطلب من الإسباني بيب كوارديولا عاجل نابولي الإيطالي يعلنها ويخطف نجم المنتخب المغربية تحول الدولي والمغربي وليتشديرا إلى مطلب مهم لعدة أندية إيطالية خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالية بعد موسم كبير قدمه مع فريقه باري وحسب موقع بارمالايف الإيطالي فإن وليتشديرا مطلب بقوة في نادي نابولي الإيطالية حامل لقب الدوري الموسم الماضي وذكرت تقارير إيطالي أن المهاجم المغربي وليتشديرا قد ينتقل إلى نابولي في المركات الصيفي الحالي مع إعارته لإحدى أندية دور الدرجة الأولى الإيطالي السيري وأوضحت صحيفات لقازيتا درس بارا ناشديرا انضم إلى تدريب باري استعداد للموسم الجديد في انتظار خروجه رسميا من ناديه الحالي وأكد دات المصدر أن نابولي يرغب في شراء عقد وليتشديرا مع إعارته لفريق إمبولي لموسم واحد بسبب توفر بطل الدوري الإيطالي على عدة مهاجمين من بينهم النجيري فيكتور أوسيمين والأرجنتيني جيوفاني السيميوني وشارك وليتشديرا الموسم الماضي في 38 مباراة مسجلا 22 هدفا وقدم السبعة مرارات حاسمة في جميع المصابقة التي اشارك فيها باير ميونيخ يسعى إلى ضم ياسين بونو بالسبب استمرار غياب نوير أفاد تقرير إعلامي أن نادي باير ميونيخ الألماني لكرة القدم يسعى إلى ضم المغربية الدولية ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيليا الأسبانية وذكرت محطة سبورت ونرياضية أن نادي البوفاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي صاحب الـ 32 سنة يذكر أن بونو يعد منذ عام 2020 الحارس الأول بلا منزع في إشبيليا حامل لقب الدورة الأوروبية وكان بونو لم يشارك في مباراة تجربية خاضها إشبيليا أمام هانزا روسورك من دور الدرجة الثانية في ألمانيا أمس السبت وانتهت المباراة بخسارة إشبيليا بهدف مقابل هدفين ويواجه مركز حرازة المانوى في بايرن وضعا معقدا في الوقت الراهن إذ أن الحارس الدولي وقائد الفريق مانوين نوير لا يزال مصابا فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان سومر وأليكساندر نوبل في الرحيل عن النادي يوصف أنصار مرشح للانتقال إلى أحد أنذية البريمير ليك استأثر النجم المغربي يوصف أنصار اهتمام مدرب نادي ويستهام يونايتد الإنجليزية في ذلك الإمكانية التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وأوردت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مويس مجب بإمكانية سارية وقرر دفع إدارة ويستهام لمحاولة التعاقد مع المغربي من جديد بعد رفض اللاعب سابقا الاندمام إلى الهامرز وجاء اهتمام ويستهام الأخير بن ساري بعد المسجدات التي توفيد استعداد إشبيليا الإستغناء عن المغربية بسبب الأزمة المالية التي يعيشها وحاجته إلى إنعاش خزينتها وكانت تقارير صعفية قد ذكرت اهتمام مويس بن ساري وذلك لإعجابه الكبير بإمكانياته وأسلوبها الذي يراه مناسبا مع أفكاره والطريقة التي يلعب بها ويستهم مساعدة مدربة ألمانيا المغرب لديه الطموح لترك انطباع جيد في المونديال وعلينا أن نقدم مباراة جيدة أمامها ترى جوليا سيمتش مساعدة مدربة المنتخب الألماني أن بإمكان المنتخب المغربي النسوي خلق المفاجأة في كأس العالم أستراليا ونيوزيلاندا 2023 كما فعلت زامبيا التي انتصرت وديا على ألمانيا بـ 3-2 وقالت جوليا خلال تصريحة صافية في جوابها عن سؤال حول ما إذا كان بإمكان منتخب إفريقي أن يفاجئ نظره الألمانية في المونديال وقالت مفاجأة بالتأكيد لقد فعلوا ذلك من قبل ضد ألمانيا وتبعت زامبيا في المجموعة الثالث مع إسبانيا ويجب على الإسبان أن يقدم مباراة جيدة الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا ضد منافس المجموعة الأولى المغرب هذا المنتخب المغربي هو الفريق الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى ويدربه رينالد بيدروس الذي كان هو نفسه نجم كروت القدم وفاز مرتين بدور إطال أوروبا مع أولمبيك ليون تضيف مساعدة مدربة المنتخب الألماني وتمت حديثها المغرب لديه الطموح الكامل لترك انطباع جيد في المونديال إنهم يريدون أن يجعلوا الأمر صعبا حقا على المرشحين تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سيدشن مشواره في المونديال بمواجهة المغرب غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة سباحا بالتوقيت المغربي بيدروس يقر بصعوبة مواجهة ألمانيا ويكشف عن ما قاله للعبات أقر مدرب المنتخب الوطني المغربي للسيدات رينالد بيدروس بصعوبة المباراة التي ستشمعهم بألمانيا غدا الاثنين لحساب الجولة الأولى من المجموعات بكأس العالم 2023 المقام بأستراليا ونيوزيلندا وأكد بيدروس في ندوة الصعافية دخص بالمباراة أن ألمانيا منتخب قوي وتنتظرهم مواجهة قوية أمام بطل أوروبا الذي جاء لكأس العالم من أجل تحقيق اللقب وقال مدرب لبؤة الأطلس أولا وقبل كل شيء ما قلته للعباتي هو أن هناك ثلاث مباريات ويجب لعب كل المواجهات بشكل جيد للتأهل بغض النظر عن نتجة المقابلة الأولى وتابع نعلم أن اللاعبات المنتخب الألماني يلعبنا على أعلى مستوى نحن بدورنا كنا نستعد منذ الثاني عشر من يونيو للمباراة الأولى في المونديال وقلت حينها لطاقمي واللاعبات أنه علينا أن نكون جاهزين والآن أعتقد أننا جاهزون لخوض هذه المعركة ويوصل المتحدث ذاته مستوى المنتخب الألماني يظل ستنائيا رغم غياب لاعبتين من صفوفه بالسبب الإصابة إنه فريق يلعب الأدوار المتقدمة من المسابقة منذ سنوات لذلك فإن الغيابات لن تغير شيئا بالنسبة لها نحن نركز على أنفسنا وحول ما نريد فعلها نعرف الخصم وقمنا بدراسته والتغييرات الممكن القيام بها على مستوى صفوفها ويلاقي المنتخب المغربي للسعيدات غدا الإثنين نظره الألمانية إندلق من الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر